أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أن التمييز العلمي سيمة رافقت أبناء البحرين منذ انطلاق الميسير التعليمية في المملكة وكانت من بين أهم مرتكزات بناء الحاضر وهو ما يتم الحرص على تعزيزه لصناعة المستقبل الأفضل للوطن وأشار سموه إلى أن العلم والمعرفة أساس راسخ لبلوغ الطموحات واعتلاء مراتب النجاح نحو تحقيق تقدم الوطن ورفعة شأنه وهو ما يصب في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وقال سموه إن أبناء البحرين على قدر المسئولية ويدفعهم دائما حب التحدي والإصرار على التفوق لترك بصمة متميزة تعكس طموح الشباب البحريني في كافة المجالات وإن فتح الآفاق الواسعة أمامهم وإتاحة الفرص الأكاديمية النوعية هو مقصد وغاية لإكسابهم المزيد من المعارف والمهارات وفق أفضل الممارسات في مختلف مجالات العلوم منوها سموه بما تحقق من منجزات وطنية كان أساسها البناء والتطوير على ما تم اكتسابه فالإنجاز محطة في مسار متكامل من التحسين المستمر جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسئولين طلبت الدفعة الرابعة والعشرين وأولياء أمورهم وأعضاء مجلس إدارة برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية حيث هنأ سموه الطلبة على ما قدموه من مستويات متقدمة خلال الامتحانات والمقابلات خلال الامتحانات والمقابلات جاءت نتائج عمل دؤوب أهلهم ليتم اختيارهم ضمن الدفعة معربا عن الاعتزاز بجهود أولياء الأمور التي أثمرت عن تفوق يبعث على الفخر متمنيا للطلبة أن تتكلل مساعيهم خلال المرحلة الدراسية المقبلين عليها بالتوفيق والنجاح لمواصلة مسيرة النماء والازدهار بما يعود بالخير على الوطن والنفع على أبنائه وأضاف سموه أن اليوم يوم فرح وفخر فالفوز بالبرنامج فرصة لتحقيق أحلام الطلبة وطموحاتهم التي يجب أن لا يكون لها أي حد وعليه تتعظم أهمية استفادة منتسبي البرنامج من مخرجاته عبر مختلف التجارب التي يمرون بها طوال فترة دراستهم للأصول إلى الأهداف المنشودة ومواصلة تحقيق التمييز بعد تخرجهم بما يصب في خدمة الوطن ومواطنيه منوها سموه بما شهده برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية من تطوير متواصل منذ إنشائه وسيستمر هذا التطور في التنامي بجهود الجميع خاصة القائمين على البرنامج وسعيهم المستمر لدعم نجاحات الطلبة ودور المؤسسات الداعمة الذين أسهموا بتعزيز مخرجات البرنامج في الدفعات المتتالية هذا وقد أعلن برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية عن أسماء الدفعة الرابعة والعشرين للعام 2023 حيث تضم كل من الشيخ إبراهيم بن أحمد الخليفة من مدرسة ابن خلدون الدولية أحمد غسان محمد السعد من مدرسة التعاون الثانوية للبنين آدم جمال محمود سعيد من مدرسة سانت كريستوفر حيات حسين عبد الكريم ضربوه من مدرسة سترة الثانوية للبنات الشيخ خليفة بن خالد الخليفة من مدرسة بيان البحرين زينب حافظ عبد الحميد القصاب من المدرسة البريطانية في البحرين زينب علي عيسى محمد عيسى من مدرسة سار الثانوية للبنات عبد الرحمن فيصل عبد الرحمن رفيع من مدرسة ابن خلدون الدولية علي عبد الامير الجشي من مدرسة بيان البحرين علي مختار منصور علي من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين فاطمة عادل علي حسن من مدرسة سانت كريستوفر فيصل رمز السويدي من مدرسة البحرين محمد أسامة عبد الكريم ماجد من مدرسة عبد الرحمن كانوا الدولية محمد جميل علي من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين مريم محمد أحمد علي من المدرسة البريطانية في البحرين ملاك باسل إبراهيم مكي من مدرسة سار الثانوية للبنات يوسف أبو الحسن مرعي من مدرسة سانت كريستوفر يوسف زاهر العجاوي من مدرسة البريطانية في البحرين ومن جانبهم أعرب الطلبة الذين تم اختيارهم للانضمام لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية في دفعته الرابعة والعشرين عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يبديه سموه من اهتمام وحرص على تطوير الطاقات الشابة ومواصلة الاستثمار فيها من خلال دعمها وتمكينها على مختلف الأصعيدة منذ تأسيسه عام 1999 وبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية يمضي قدما في تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها تنفيذا لرؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير الشباب البحريني في جميع مناحي الحياة وعلى مدى سنوات عمره قدم برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية 227 بعثة لطلبة مملكة البحرين بناء على كفاءتهم الأكاديمية وذلك بعد مرورهم بعدة دورات وفعاليات وورش متخصصة في تنمية مهاراتهم وصولا إلى التقييم الإجمالي للمعايير الخاصة بالبرنامج لاختيار المترشحين وفي سبيل زيادة رقعة المستفيدين من البرنامج وجه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى زيادة أعداد الفائزين ببرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية لتستفيد منه شريحة أكبر من شباب البحرين ويعمل برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية على رعاية عقول الأجيال القادمة من خلال التعليم لما يوفره البرنامج للموهوبين والمتفوقين من فرصة التعلم في أرقى المؤسسات التعليمية الدولية وتزويدهم بالأدوات اللازمة ليصبحوا صناع قرار فاعلين يساهمون في تنمية مملكة البحرين على الصعيدين الوطني والعالمي ترجمة نانسي قنقر